محمد علي طفل حلم يوماً أن يكون شبيهاً ببطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي في مسيرته بعد أن اشترك معه في الإسم ولكن استهلاكه المفرط للمخدرات أوقف تدربه على الملاكمة بعد أن شلت حركة ساقيه فانقطع الحلم لفترة اليوم بدأ محمد علي يستعيد عفيته تدريجياً بعد أن اتبع نظام علاج الإدمان على المخدرات في هذا المركز الذي يقع في مدينة سفاقس جنوب شرق تونس لأنني لقيت مثلاً العلاج بالدويات وفيتامينات وكل شيء وسبور متوفر مثلاً نعمل بسكليات نكاور مع الأوليات نخرج ونتحرك ونعمل جريات وحساس ما أهدو لك الشيء ذاك اللي تعمل فيه بالكليم وإذا بتصاور ذلك بشوي بشوي بديت أن نحس في روحي نتحسن نفسي نين وبدني ولي تنامشي محمد علي وغيره ممن استوفوا العلاج في المركز الوحيد المختص في معالجة الإدمان في تونس وشمال إفريقيا قد يكونون محظوظين لأن المركز بات مهدداً بالغلق بسبب أزمة مالية خانقة نتيجة توقف الدعم الخارجي عنه وهو ما يعني أن المئات من المدمنين الذين ينتظرون دورهم في قائمة طالبي العلاج في مركز سفاقس لن يجدوا مستقبلاً من ينقذهم من المآلة المأساوية للإدمان وفق تأكيد القائمين على المركز ثم أربعمائة مريض في قائمة الانتظار ما بين 2015 وما بين 2016 فهمتني لكن ما تنجمش تستوعب السنطر والإمكانيات متاع السنطر ما يستوعبش الناس هذه السنطر ماحتاج الأدوية ماحتاج المأكلات ماحتاج البرسونيل شهريتنا يعني خلاصنا هذي الكل ما نحناش قادرين أننا نتكفلوا بيها مركز المساعدة على علاج الإدمان قلص خلال السنة الأخيرة عدد المستفيدين من خدماته من المدمينين بسبب الأزمة المالية وأصبح لا يستقبل إلا الحالات الحرجة على غرار حالة فتحه ووليبي أدمن استهلاك الأقراص المخدرة إلى أن انهارت صحته أما القائمون على المركز فينتظرون تدخلاً عاجلاً من الحكومة لإنقاذ ما يعدونه الأمل الوحيدة في معالجة آلاف المدمينين على طاعات المخدرات لا سيما وأن مشروع القانون الجديد المقدم إلى البرلمان مؤخراً يسقط عقوبة السجن عن المدمين الذي يتقدم للعلاج المركز الوحيد المختص في معالجة الإدمان على المخدرات مهدد بالغلق وهو ما جعل القائمين عليه يطلقون صرخة فزعاً لإنقاذه وإنقاذ المئات من المدمينين الذين ينتظرون دورهم في العلاج من مركز مكافحة الإدمان على المخدرات في محافظة إسفاق الجنوب تونس توفيق العيشي الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر